بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن part 16 اللي هو الكون penetration test ودي تجربة من التجارب الحقلية عشان نوجد بيها الbearing capacity بتاعة الصويل وده من ضمن شابتر 2 اللي هو الbearing capacity of الصويل ده طبعا الجهاز بتاعنا اللي هو الكون الدجكون بتاعنا وده الكون بتاعنا هو ده المشكلة الاختراق ده بيبقى ده بتطلع منه يعني بعد ما بتخلص التجربة بتطلع المقاومة بتاعته اللي هو QC أنا مش عايز QC بقى أنا عايز دلوقات يحسب الbearing capacity بتاعة الصويل فلو احنا عندنا granularly soil يعني طربة فيها لها final hc فالQ ultimate بتاعتها بتساوي 28 ناقص .0052 في 300 ناقص QC الكل to the power 1.5 ده وحدته تبقى كيلو جرام على السنتيمتر square أما لو كان عندي square footing يبقى الـ Q ultimate عبارة عن 48 minus .009 في 300 ناقص QC كل to the power 1.5 ده برده بكيلو جرام على السنتيمتر المربع أما لو كان عندي cohesive soils فلو كان عندي strip footing يبقى الـ Q ultimate 2 زائد .28 QC برده كيلو جرام على سنتيمتر مربع أو لو كان square يبقى الـ Q ultimate 5 زائد .3 for QC قدر أطلع منها الـ Q ultimate طالما طلعت الـ Q ultimate تقدر تطلع الـ Q ultimate net و Q net safe و تقدر تجيب كل المعادلات اللي عندنا بس الكلام ده جيه من إين؟ الكلام ده جيه من الـ field test اللي هو بتاع الـ cone penetration test كده يبقى احنا خلصنا الاختبارات الحقلية عشان نوجد بيها الـ peering capacity بتاعة السويل إن شاء الله المرة القادمة هنتكلم عن الهبوط بتاع السويل إن كانت ساند شكرا